يا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم لقد جعل الله عز وجل للساعة علامات تدل على قربها وانتهاء هذه الحياة الدنيا ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله وحده لا شريك له وهي من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا حتى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدر نفس ماذا تكسب غدا وما تدر نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير من أبرز علامات القيامة الصغرى ومن آخرها ظهور المهدي وهو من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه وإنه يأتي ليملأ الأرض عدلا ورحمة كما ملأت جورا وظلما وأحاديث المهدي عليه السلام متواترة تواترا معنويا والتواتر المعنوي يشبه التواتر الحقيقي الذي واتفاق جمع كثير لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له وأبو داود في سننه والترمزي في جامعه والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله لمسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأها أي الأرض قسطا وعدلا فالمهدي عليه السلام من أهل البيت اسمه محمد بن عبد الله وهو حسني أو حسني من ولد فاطمة رضي الله عنها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن جده اسمه كذا وكذا إنما قال عنه من أهل بيتي ويجوز أن يظهر في أيامنا هذه لكن لا يجوز أن نحدد متى يظهر الرسول عليه الصلاة والسلام ما عين وقتا لا لخروج المهدي ولا لنزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء ولا لقيام الساعة وليس لنا أن نحدد ونعين إنما علينا أن نؤمن أن هذا الشيء لا بد منه نجزم بذلك جزما بلا تردد الله تعالى أخفاه عن خلقه لحكمه وذلك حتى يظل الإنسان المؤمن بالله واليوم الآخر مستعدا للآخرة ولا يقول أن غمس فيما تشتهيه نفسه من حلال وحرام إلى سنة كذا ثم عندما يبقى كذا من الزمن أتوب وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي يا أيها الناس هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه حين يظهر المهدي يكون ملك فوق رأسه يقول هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه فهو الذي ينفذ حكم الله بين العباد وورد في الأثر أيضا أن المهدي أول ما يخرج يخرج من المدينة ويخرج معه ألف من الملائكة يمدونه ثم يذهب إلى مكة وهناك ينتظره ثلاثمائة من الأولياء هم أول من يبايعه ثم يخرج جيش لغزوه فيخصف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة بعد ذلك يأتي إلى بر الشام وفي أيام المهدي تحصل مجاعة لسنوات كما صح ذلك في الحديث والمؤمن الكامل في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس أي بذكر الله وتعظيمه يأتي هذا الرجل بعد طول انتظار فضلا من الله تبارك وتعالى على عباده عسى أن يتوبوا وأمهالا لهم لا إهمالا ليميز الخبيث من الطيب وليحيى من حي عن بيّنه وليهلك من هلك عن بيّنه هذا الرجل هو المهدي عليه السلام وسيظهر في آخر الزمان وسيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا ويؤيده الله وينصره على أعدائه أعداء الإيمان ويعيش المسلمون في عهده في أمان وسعة من الرزق وهو أحد الخلفاء الواشدين ولأمة المهديين فهو رجل هداه الله للهدى وثبته عليه وأيّده بجند من عنده أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاخفر اللهم لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا برحمتك مؤمنين يا رب العالمين يا الله 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 اشتركوا في القناة